السلام عليكم. بصوا احنا ايه في ناس كتيرة كده في جيلنا وفي الجيل اللي قابلينا واللي بعدينا وبتاع عنده حيرة حيرة قوية قوي بين ايه بيني وانا هلتزم وحياتي هتضيع طب انا عايش امتى واروح امتى واسفر امتى واركب عربية امتى وعدل امتى والكلام دوت هو انت انت بص همعلم الالتزام مش مسك وتوفق قدام جامع معلش ما احترهم اللي تعمل كده هو قدرته كده بس الالتزام مش كده بص معلم انت كل الكلام ده ربنا لو مش عايزه يحصل ما كانش هيحصل مفيش عاجة هتحصل غزب عن ربنا يعني فربنا اللي عمل الكلام ده كده. الحكاية وما فيها ان انت انت هتعمل هتستفيد بالحاجات دي ازاي خلاص فانت ما تحبك هاش ما تكرر يعني الحوار مش مش وحش الحوار جميل اوي انت ربنا مستنيك بتلت طرق ربنا مستنيك بتلت اشكال هتروح لربنا هتصلي عشان مصلحة بس وعلشان حاجة تتحقق لك هيقبلها منك هتروح لربنا عشان انت خايف منه بس وما عندكش الكشوع هيقبلها منك هتروح اللي ربنا وانت حبه هيقبلها منك ففي اي حال من الاحوال انت ربنا عايزك ربنا حبك خلاص الكلام ده كله كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي انت استفاد الحاجات دي بتاعتك احنا ربنا مش خلقنا عشان يعزبنا ربنا ما تخلقنا عشان يبسطنا اكسم بالله ربنا خلقك عشان يبسطك ما تستناش ما تستناش حد يفتح نفسك على الدنيا ويقول لك انا الشيخ كزا والشيخ كزا وما تسمعش من حد يقول لك جهنم والنار والكلام دوت انا عاسف وعارف ان الكلام ده مذكور في الكرآن بس انا ربنا مش هيدخلني النقر انا هاخش الجنة وعذاب القبر انا مش هتعزي في القبر انا ربنا انا ربنا مش اهم معي حاجة مش ربنا خلاني دلعني انا هعمل اللي علي وربنا ربنا ربنا انا كل حاجة حلوة في الدنيا انا هشوفها اه انا هعمل ايه يا عم انت لو لك عابوك مأمور اسمي تمشي في الشارع مش عارفين انا كلمك فاتخيل ربنا اللي بيحروسك ربنا اللي بيحميك اعمل يا معلم اللي انت عايزه انا هتجوز وهصاحب وهاختب وهسافر بس انا مش هسكر ها هسافر انا امراتي مش هسافر كل الدنيا ان شاء الله هعمل كل حاجة بس انا مش روح اسكر بيها مش روح مش عريها هعمل كل الكلام ده كل الكلام ده ربنا اللي بعتهولي محدش بعته الموضوع جميل الموضوع جميل جدا اه كل الناس عارفة كل حاجة ماشي ازاي انا قابلته واحدة من فترة ستة كبيرة وفي بنزية امرات في التجمع وبعدين بتقولي انا شفت الفيديو بتاعك والله ينوروا بتاعك انا الاسلام عندي الموطور عندي بعمل كزا كزا ولا عابش رتعمل كزا كزا ما تعمل العربية انا انا هسيب الموضوع انا مش هشتغل في العربيات تاني وحيات امي اكسم بالله اليوم ده كمعات 300 جنيه وموت سيكل البوليفر حلم حياتي اجيبه ومش عارف اجيبه كمعات كتير منه ومش عارف بس لا قلت لها لا مش عارف ايه قالتلي ازاي طب انت بتقول في فيديوهاتك كزا كزا يبقى ما منفعش ترفض رزق ما نفضتش الرزق خدت العربية عملت العربية مش عارف عملت اعلن الاستجرام الله ينور يا شعراوي يا حبيب قلبي مش عارف ايه فجأة لقيت الناس كلها بتكلمني فجأة قلت لأ طب انا الرزق ده ما رزق الناس اللي وراي فجأة الدنيا كلها رجعت تاني فجأة دنيتي كلها رجعت تاني فجأة دنيتي كلها رجعت شرعي الناس اللي شغالة وبشغل الورشة دي وبشغل الورشة دي ورجاء اللي انا اصلا ما كنتش عامل حسابه لو الاول عندي مكان قد كده وانا خايف ان انا اشتغل تاني عشان ما عنديش مكان ولا معايا فلوس افتح مكان. دلوقتي انا مشغل ورشتين سمكارة ورشتين عفشة ورشتين مكانيكا. وانا نفسي ما عنديش مكان. واتفاق والناس مبسوطة. وكل ده فين? اكسم بالله العظيم وحيات امي. انا يوم الفيديو الاخران اللي انا قلت فيه هاي ااخد الكاردة ده. وحياة امي ما كان معي خمسمة جنيه وحياة امي ما كان معي خمسمة جنيه. وبعد اللي حصل وبعد اللي الناس كتبته ده قلت اكسم بالله برضو ما ااخد الكاردة. ويمكن ان انا ف ايدي كنز انا ف عوار او ربنا الي قادل يطلعني كده ويخليني بقى ناس كلها تدعي لي خمسمية واحد بيدعولي. خمسمية واحد بيدعولي. ربنا لأ في حكمة. لا خلاص شغل العربية دي ايه? بل شغل العربية مش عارف ايه مواطعة ما هيتفتح عجلا ام هيتفتح بإذن الله بس ات قدامك كنز فجأة شغلت الدنيا فجأة رجعتاني الموضوع عشرة اتناشر بيتشغالين من ورايا الله اكبر وانا سبب فما تقلقش ربك كريم ربك كريم ربك كريم جدا ما تحبكهاش يعني ما تحبكهاش احلى واحد في الدنيا كان بيعمل كل حاجة الرسول عليه السلام كان احلى واحد بيتعامل مع سبت ومعندوش خبرات احسن واحد في الدنيا كان بيركب خيل ومتمرنش في نادي فروسية احسن واحد بيعمل كل حاجة في الدنيا احسن واحد بيعمل كل حاجة في الدنيا متعلمش ما كانش عنده تلفزيون فانت ما تستناش النحد ما تستناش النشيخ يعمل اللي يقولك مش عارف ايه اه خد اللي على هواك خد اللي على هواك واللي لازم تعرفه ان الهدايا رباني اسعالها فيها رباني ما تسعاش ان انت تسمع حاجة الله جيت توهمتني اكسم بالله الهدايا رباني ولازم تحس بجمال العلاقة لازم تحس يعني الموضوع كبير ما تستناش حد اللي يقول لك قبره وناره ومش عارف فكت منه انت غلطت في ايه انت كانت غلطك زعلان ليه مش عايز تصلي ليه لو عملت اي حاجة في الدنيا روح صلي روح صلي هو قابلك في التلات مراحل روح وانت خاف قول له انا خاف منك خلاص ما هيخليك تبطل تخاف وبعد كده روح معليش اطلب مصلحة بس يا ربي اني في الحاجة الفلونية هيعملها لك بعد كده هتروح تالت مرة هتقوله انت حبيبي هتقوله انت حبيبي هتقوله انت حبيبي ابعد عايبعد عن ايه حد وحش وربنا يكرم وما تقعدش تاخد انت انت ليه بتواعد تاخد مخدرات وليه بتشرب شاي وليه بتسيح وليه بتاخد مش عارف ايه عشان تطبق في الشغل وعشان تعرف تعمل وتعمل وتعمل وانت ما جاش في دماغك سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والناس دي كلها كانت زاير لـ 24 ساعة بيعملوا فيها كل الكلام ده بيستغفر كل الاستغفار ده وبيقرأ كل القرآن ده سيدنا محمد على السلام ويسعى وينشر الإسلام ويحارب ويتاجر ويتعامل مع مراته ويبقى جدع مع مراته ويبقى نايم مع مراته وانت مخدتش في بالك ان كل الكلام ده كان بيتعامل ازاي وكانوا بناء قدمين والله العزيم كانوا بناء قدمين بس هم كان العقيدة الهدف من حياتهم ان ربنا يحبه بس هو بيعمل كل حاجة علشان ربنا يحبه فانت ما تنشفش الحوار عليكم ما تتضيقش ولو انت بتعمل حاجة خلط صلي ملكش دعوة ملكش دعوة يا عم صلي اكسم بالله هيهديك انت متعرفش حاجة اكسم بالله هيهديك وكل حاجة هتبقى زي العسل والله العزيم اكسم بالله مش حيس اقول كلام بتاع افلام انا كل يوم بعد مع ناس والناس كتبالي عايزين نفتح كذا وعايزين نفتح كذا انا مبارح كنت قاعد مع واحد عايز يفتح مش عارف ايه ويفتح مركز ايه ونفتح اقوى مكانيكا وعفشة في مصر ونصرف كم مليون وانا عمالة يلا يقول هو فاكرني ان انا عمالة اقول له يلا يلا عشان انا رايح هقابل منصور شفر ليه انا عمالة اقول له يلا يلا عشان اريح عموصلات عشان انا معيش غير تلتمية ربعمية جنيه ومش ينفي عركة باوبر خلاص بس الحمد لله دلوقتي عندي شغل كتير وعندي الناس وقفة وعربية وقفة راكنا في ورش وكل الناس دي عمالة يدعيلي واروح للوستناصر كافر خلاص يعني راجل يا استه والله العظيم يا استناصر انت حسابك خمسة لا اسلام اسلامي مش خمسة حسابي كذا اربعة ليه وعن انت اكدع مني عن الاسلام ربنا يكرمك رجعتك بالدنيا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي عالجمال ويا لهوي عالعسل مش مطلوب منك اي حاجة صلي وسلكها لله صلي ولله لله اوعى تفتكر ان الحوار جربية قصيرة وتقفش وبتاع لا الحاجات دي رب انت بتاعتك البحر بتاعك والفندق بتاعي والكلام ده كله انا هعمل الكلام ده كله وانا هعيش كده واكل واشرب واخرج وهروح وانزل للبحر واعمل الكلام ده كله بس مش هزعل ربنا عادي يقول مش خلقك يعزبك انت سيد الدنيا انا عملت حادثة تمانين لما عملت حادثة وانا ماشي تمانين وكنا بنمشي بموتسيكلات تلتمية وامتين وتمانين ويوم اعمل حادثة اعمل حادثة تمانين من كذا سنة انا ما عملتهاش عشان ربنا زعلان مني انا عملتها عشان انا كنت وحش كنت مسافر اتنيل اعمل حاجة غلط ولما ربنا كرمني بواحدة وحشة من فترة استغفى الله العظيم لما كان معايا حد وحش مش عشان ربنا بيزعلني عشان انا كنت استهل الحد ده ما استهلش احسن منه خلاص فربنا ما بعملش حاجة غلط انت افضل اسعى وخلي بالك يا معلم لما تنوي كده الكلام ده كل الناس بس انا كل الناس كرهاني الحوالي لان اللي كان اللي عارفني وانا شبح وبتاع مشاكل عايزني لحد دلوقتي يكلمني قالوا اه استمرأ بعمل كذا انا اعمل المصيبة انا اللي يبقى عليها يا معدر وانا اللي الناس تكرهني وبعد كده هو يتصالح والتاني قالوا اسلام انا في الساحل ما تحرفش حد يقجرلي مش عارف ايه لا انا ماليش ده وانا مش عامل لك كده فاكرهني والتالت انا عندي عربية حادثة وانا بقى اسلام ما تنقذني وبتاعه عملت معي واكب لا باشا مش عاملها لك ادقلك الرقم شرع يكرهني وانا عايز ربنا انا عايز ربنا رح ربنا بقى اعمل لي ايه ولا بقى استنيت انا معجزات ولا ربنا خلاني استحملت 17 سنة ولا الكلام ده كل ربنا اعمل لي كل حاجة كل حاجة بتمناها يا ربنا اعملها للايام دي شغل العربيوات كتير جدا عافش اوما كانيكا وسامكارا ودهن وبقول ارقام يعني كذا كذا يقول لي بترد علي حاجة مونة يا حبيبة قلبي يقول لي انت السبب في كل حاجة حياله في حيات تقول لي طيب اسلام انت اتفاقت كذا هتاخد تلات اربع تلاف جنيه دول اصلا ارحم انا لو وقفت عند حد يضحك علي وده يضحك علي وده يضحك علي خده ملتع وربنا يكرمك ودب دب 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 بكل حاجة عملة تيرجع وخلاص هبعت اجيب متسيكل ان شاء الله من بره وربنا يكرم ومش عايز كرود ومش هزعلكو ومش هاخد كرود من حد وهبتديها كده والبيوت رجعت تنا فتاحها وربنا كرم والحوار مكملش خمستاشر عشرين يوم انا مروحتش في الصحراء ما عملتش ما انشرتش الاسلام انا ما عملتش حاجة غير ان انا صلت رقعتين في السيدان فيسا وقلت يا رب انا مش هعمل حاجة دايقة بتاني احساس ابن كلب عمرك ما تتخيله لما تبقى ماشي كده واحدة عدي من جنبك وانت كنت عربيه بلدية العربي بتاعت البلدية اللي هي بتشيل اي حاجة دي انت خلاص تلات ساعت هنبقى في السخنة احساس ابن كلب دلوقت لما تشوفها كده ترحبها تبقى سامو عليك والكم السلام خلاص طب ايه ايه انت مش هتكده لا انا مش هبقى كده انا لا انا مش هزعلك والله العظيم ما هزعلك يجي لك مصلحة ما ماشي ساعتها انت محدش قادر عليك انت عندك يقين ان انت ما احمي ما احمي مش هيحصل لك حاجة انت ما احمي حماية غريبة جي لك شغلانة مثلا شمال فيها عشرين الف جنين هعملها في ثانية لا يا عم انا مش هعمل بص تلاقي رزق اجالك وانت ماشي عندك ثقة عمرك ما هتعرف تجمعها بفلوس وعمرك ما هتعرف تعملها بعزوة ولا عمرك هتعرف تعملها باي حاجة خليك مع ربنا وما تسمعش لحد صلي على اي وضع انت فيه انت وحش انت حل صلي صلي وعزك جلالة الله صلي واحد قول لربنا انا خايف منك اعدلني وانا ضعيف انا خايف منك هيهديك وحتبقى زي الفل وربنا يكرمنا كلنا انا مش هحله علايا وانا مش هعرف هقول ايه بس انا مبسوط وفرحان بكمية الدعاوي اللي انت بتدعوها لدي حاجة كده احساس غريب وهفتح مركز وهفتح مطعم وهفتح كل حاجة العالم بدنيا الموقفني ان انا ما بيحبش الشراكة بس حتى لما قولت انا ما بيحبش الشراكة ما بيحبش القرود ربنا مصمم ان هو يروى على يبسوتني يراديني كان ربنا كان ربنا بيقول لي انت مش تبقى اجدع مني. يعني لو انت جدع انا هبقى اجدع منك. وبقيت اقابل رزقي في اي حتة. كل يوم اجمع اناس تقول لي ملايين وبتاق. وانا على الله انا راح بمترو. خلاص. وبقيت اقابل رزقي في ام. دلوقتي اقعد يا لهوي. ادور على واحدة اعيده. ادور على اي حسنات. ربنا اكرمنا جميعا. العلاقة اللي فيها ربنا دي جميلة. وكلها رزق. وازبر. وما تقلقش. وقيش كل حاجة يا عم. بس بدل منها حرام. حلال. اعمل كل حاجة. الحلال حلو. ومش زي ما انت فاكر. مش سبحة وجامع وان واحدة تبصينك تبص في الارض. لا يا عم. انت يعني كده. كده. ربك مش خلقك يزل. يلا. سلام عليكم. والف شكر للاي واحد بيدعيلي. يعني امش هفقول ايه. بس ربنا يكرمني. وبرضو من خلال الصفحة دي كده. هبقى فيهم الايام سبب خير لناس كتير قوي. بازن الله يا رب. بازن الله يا رب مش. يعني لو كان لياه عمر هبقى. بازن الله. الف شكر للاي حد بيدعيلي وعلى راسي. واسف ان الفيديو كبير.